كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان فخامة سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بلاو الصديقة الذي يزور البلاد حاليا لحضور أسبوع أبوظبي للاستدامة وبحثت جانبان خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وفرص تطويرها خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يحقق مصالحهم المتبادلة